السلام عليكم ورحمة الله. ازاكم يا جماعة. اتمنى المحتوى اللي احنا بنقدمه يكون على القدر تنفسنا بالمحتوى اللي احنا بنقدمه. ان شاء الله بنحاول نخلي الناس تستفيد قدر الاستطاع من الحلقات المتنوعة اللي احنا بنقدمها. طبعا انا برضو بشكركم على دعمكم لي بصراحة على القناة. وعلى المشاهدات. وطبعا بتمنى المزيد. واحنا جماعة كلنا نعلم اللي المحتوى الهادف. اه مش بيبقى عليه الدعم الكافي زي للأسف المحتوى التافه. فاحنا بنحاول طبعا قدر الاستطاع اللي احنا نحاول ننتشف. اه النهاردة ان شاء الله هنتكلم على اخطاء المفترض ما عملهاش اثناء الانترفيو. الاخطاء دي للأسف بتدي انطباع اه غير جيد بالنسبة للناس اللي بتجري معا المقابلة سواء الاتش ار او المدير او الانترفيور نفسه. اه فبالتالي فيه اخطاء شعيع جدا بتدي عن الانطباع قد يؤدي الى رغم كفاتي اللي انا ما تقبلش في الوظيفة. اه هناخد فاصل وهنرجع ان شاء الله اه بعد الفاصل ونتكلم عنهم اه بالتفصيل. اول خطأ الوقوف. انا ممكن وانا بتكلم مع الانترفيور او صاحب الشغل اكون مثلا واقف اه يعني مسلا واقف بعجرافة واقف مسلا ضهري يعني ميل كده لقدام شوية او مفروض اوي اوفر لورا. لا لازم تكون من الوقفة بتاعتي تكون معتدلة. اه زي ما انتم شايفين الوقفة مسلا بتاعت ماكرون تمام? اللي هو رئيس وزراء فرنسا. تاني حاجة جماعة العين. التواصل عن طريق العيون. ازاي? يعني وانا بتكلم مع الانترفيور او مع اه ما تبقاش عيني شردة كده في مكان معين ولا بصل تحت ولا بصل في مكان تاني وانا بكلمه لازم يبقى فيه تواصل لغة عيون بحيس انا مسلا بيكلمني اتنين ثلاثة وانا بتكلم معهم او انا برد تبقى عيني بتتحرك ما بينهم. تالت حاجة يا جماعة التبسم. في خطأ للأسف الناس اه واخدى عنه فكرة اللي لازم الواحد بمداخل للمقابلة يكون كده بوش عبوس كده او بوش جدي او صور يعني مكشر. فده بيدل على الجدية. بل بالعكس ده بيبقى انطباع خاطئ. لازم يكون الواحد كده يعني تعلوه الابتسامة. فده بيدي مؤشر ايجابي بالنسبة للانترفيور. اه بالنسبة برضو يا جماعة من الاخطاء اللي انا ببقى داخل ومربع ايدي. تمام? تربع الدرعين دول طبعا بيبقى خطأ خصوصا اللي حوالي خمسة وتلاتين في المية من المدير المواد البشرية تفقوا اللي دي من ضمن الاخطاء الكارثية في المقابلة. فا اه عشان بتبقى تحللها اللي انت او اللي انت بتبقى في وضع مثلا دفاعي او وضع دواني وانت مربع اه درعك. اه برضو من ضمن الاخطاء لما انا اجي اسلم على المدير او على في كده بتبقى ايه اه تسليمة كده خفيفة اه مش كويسة. فطبعا دي برضو بتدي انطباع اللي انت يعني مش شخصي ملتزم او منضبط. فلازم تبقى المصافحة او التسليم يعني يكون كويس. ده بني يقول لك حتى في علم موارد البشرية المصافحة القوية. اوكي? برضو من ضمن الاخطاء زي ما احنا شايفين في الصورة. اه الاستخدامات الكتير يا جماعة للايد. بفضل احركها كتير قوي. طلعها رايحة جاية. اه كل كلمة وكل حرف لازم ايدي تكون شغالة معايا. طبعا ده بيبقى جزء يعني سلبي جدا بالنسبالي. اه فبلاش استخدم ايدي كتير قوي في الكلام. حتى لو انا كنت لقي راضي باستخدم كده احاول. يعني اكتفها شوية. اه لما اجي برضو اسلم يا جماعة على المدير. ما يعني ما سلمش عليه بكوة قوي. وفيه برضو الناس يعني مسلا ايه بادي بيلدنج كده او الناس بطبيعتهم بيسلموا جمد ويفضلوا يهزوا في الدراعات. لا سلام عادي. طبيعي. نورمان. تمام. نقطة بقى مهمة جدا اللي هي يا جماعة اللي انا بقطع اللي قدامي هو بيتكلم زي ما بيقوله. مقطعة الحديث. يجي مسلا يسأل روح انا اقوى روح متكمل. يجي مش عارف يسأل لي في نقطة روح انا اطوع في الكلام واكمل. فحطة اه مقطعة الكلام دي دي بتيبقى مشكلة جدا. عشان هي هيبدأ يعمل مسافة بيني وبينه كمسافة او كحاجز عدواني. وكل شوية كل شوية فدي طبعا بتبقى نقطة مهمة. خصوصا اه مدربي الكارزما بيأكدوا على النقطة دي. برضو جماعة انا بتكلم مسلا او داخل على مديري او اداخل اول مرة ما حطش ايه دي وراء ضهري. في ناس كده بتيبقى لفة ديها وراء ضهرها كده. طبعا دي بتيبقى نقطة غريبة جدا وغلط يعني. برضو في نقطة مهمة اللي هي حطة تعبير الوش. الري اكشن. عشانا بسا باتكلم في حاجة المفترض تضحك على نفس ايه. مدي كده تعبير مش اللي هو او العكس. فلازم يكون الكلام متطابق مع التعبير وجهي. والري اكشن بتاعك. مايبوش عكسة بعض. تمام? برضو يا جماعة في نقطة اخيرة. اه بالنسبة مسلا وانا بتكلم. فما لاقش اي حاجة كده على المكتب المكتب يعني. وانا بتكلم اروح ايه. بلعب فيها. بمسكها. الم بقى. اه كان معايا مسترة. مش عارف ولاعة. اي حاجة كده بسلي نفسي بها اه وانا بتكلم. دي بتدل على القلق والتوتر الجامد. فبالتالي ممسكش حاجة. ما خليش حاجة تشغلني. المفتاح مش عارف اه عربية المفاتيح اللي معايا. اه الموبايل. كل ده غلط ومنوع. دول يا جماعة كانوا يعتبروا اهم من الاخطاء الشائعة. اه لما يجي بعمل اه انترفيو فلازم اخد بالي منهم جدا جدا جدا. خصوصا اللي ده الانتباع الاول عن بعد طبعا اه السي في بتاعتي. طبعا يا جماعة بعد ما اتكلمنا عن الاخطاء. اه اتمنى تكون الحلقة عجبتكو. وطبعا بتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب على اكبر نطاق. وانتظروني ان شاء الله في حلقة مختلفة جدا. عن الحاكينج برضو. هنتكلم على طريقة مهمة جدا جدا عنها. السلام عليكم.